السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم أحبابنا الكرام طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وتبوأتم من الجنة منزلة وأهلا بكم ومع مجلس جديد من مجالس دبلومة القراءات العشر الصغراء واليوم نعيش بإذن الله تعالى وتوفيقه مع البيت التاسع والعشرين والبيت الثلاثين من منظومة الشاطبية أو حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع لإمام أبي القاسم القاسم بن فيعو بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي المتوفى سنة تسعين وخمسمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت التاسع والعشرون يقول فيه الإمام رحمه الله وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمر البصري فوالده العلاء وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمر البصري فوالده العلاء وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمر البصري فوالده العلاء وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمر البصري فوالده العلاء وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمر البصري فوالده العلاء وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمر البصري فوالده العلاء وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمر البصري فوالده العلاء وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمر البصري فوالده العلاء وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمر البصري فوالده العلاء وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمر البصري فوالده العلاء وأما الإمام المازني صرحهم أبو عمرين البصري فوالده العلى وأما الإمام المازني صرحهم أبو عمرين البصري فوالده العلى ثم نكتب البيت وأما الإمام المازني صرحهم أبو عمرين البصري فوالده العلى أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أفاض على يحيى اليزيدي سيبه أفاض على يحيى اليزيدي سيبه أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أفاض على يحيى اليزيدي سيبه أفاض على يحيى اليزيدي سيبه ثم نكتب أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أفاض على يحيى اليزيدي سيبه ثم نجمع البيتين أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَازِنِّيٌّ يَسَرِحُمُ أَبُوْ عَمْرِينِي الْبَصْرِ فواليدهُ العَلَا وَأَفْأَضِعَ لَهُ يَحْيَى الْيَزِيْدِيٍّ سَيْبَهُ فَأَصْبَحَ بィلْعَدْ بِالْفُرَاتِ وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَازِنِّيُّ يَسَرِحُم أَبُوْ عَمْرِينِيَ طبعا بالنسبة للوحدة الموضوعية نلاحظ انه ذكر الراويين في البيت الثالث وبالتالي اليوم سناخذ ثلاثة ابيض احنا المتوسط عندنا بيتان ولكن احيانا ممكن نزيد عن بيتان الى ثلاثة او اربعة بحسب الوحدة الموضوعية لان يعني ما يصحش نحن نبدأ يوم الاسنين القادم بايه ابو عمر الدوري بعدين ابو امدي مشغل الشام هتتلخبط الامر فاذن الافضل ان احنا ناخذ ايضا البيت الحادي والثلاثين ابو عمر الدوري وصالحهم ابو ابو عمر الدوري وصالحهم ابو ابو عمر وعمارم الدوري وصالحهم ابو شعيب رأيز عنه تقبل شعيب رأيق أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل أكتب أبو عمر الدوري فصلاً وصالحهم أبو شعب فصلة هو السوسي عنه تقبل ثم نجمع الأبيئة الثلاثة وأما الإمام المازني صرح أبو عامرين البصري فأعدده العلاق فضع لا يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أبو عامر الدوري وصالح أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل وأما الإمام المازني صرح أبو عامرين البصري فأعدده العلاق فضع لا يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أبو عامر الدوري وصالح أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل طبعا ما في شمال أن تنظر في الأبيئات مرتين ثلاثة خمس عشر وأن تتقرها حتى تثبت في ذهنك وتتحول من التلقي إلى التلقائية فحينئذ تغمض عينيك وتسمعه وأما الإمام المازني صرح أبو عامرين البصري فولده العلاق فضع لا يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أبو عمر الدوري وصالح أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل وأما الإمام المازني صرح أبو عامرين البصري فولده العلاق فضع لا يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أبو عمر الدوري وصالح أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل وأما الإمام المازني صرح أبو عامرين البصري فولده العلاق فضع لا يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أبو عمر الدوري وصالح أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل وأما الإمام المازني صرح أبو عامرين البصري فولده العلاق فضع لا يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معلل أبو عمر الدوري وصالح أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل تمام؟ طيب ما معنى هذه الأبيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم يقول الإمام رحمه الله وأما الإمام المازني يصرحه أبو عامر البصري فأولده العلام هذا هو القارئ الثالث البدر الثالث أبو عمر زبان ابن العلاء ابن عمار البصري المازني البعض يقول زبان وبعض يقول زيان ولكن أشعر والله أعلم زبان بالبقى ولد سنة ثمانين وستين هجرية وتوفيها سنة أربعين وخمسين ومائة هجري يعني سبحان الله ولد قبل الإمام نافع بيه؟ بسنتين وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين وهو بالمناسبة أكثر القراء شيوخا ده شيوخ كثير جدا بعده الإمام نافع مباشرة وهو من صغار التابعين أو له البقاري تعليقا وأبو داود في القدر وابن ماجه في التفسير خطبة الحدسية في علم الجرح والتديل قال ابن حجر ثقة أفاض وذلك قال ليه؟ وأما الإمام المازني مازني نعم صريحهم ما معنى صريحهم؟ يعني كما سيأتي معنى في البيت البيت واحد واربعين بيت الحد واربعين يقول لي أبو عمرهم وليحصى بي ابن عمر صريح يعني نسب صريح آآ ليس فيه يعني رق ليس في نسبه رق أو عجمة هو عربي أصيل هذا هو المقصود نعم آآ هو أبو عمر وابن عامر البقون وبقيهم أحاط به الولاء ممكن يكون في ولاء بنسب ولاء في النسب آآ في آآ في عجمة في حاجزا كده نعم آآ أفاض على يحيى اليزيدي سيبه يعني أفاض أبو عمر سيبه يعني عطاءه والمقصود بهذا السيب العطاء أفاض على يحيى اليزيدي تلميزه الجليل الكبير يحيى اليزيدي ولد سنة ثمان وثلاثين وتوفي سنة سنتين ومائتين فهو الوسطة فأصبح بالعذب الفرات معللا أصبح معللا أي ريان بالعلم بالماء العزب بالعلم العزب معللا يعني مرتويا بهذا العلم نعم ثم قال آآ أبو عمرهم نعم أبو عمر الدوري نعم أبو عمر الدوري هذا اللي هو بيروي عن مين؟ عن يحيى اليزيدي عن الإمام أبو عمر البصر كما مضى معنى أن فيه واسطة بين أبو عمر وبين رويه الدوري والسوسي الدوري هو حفص ابن عمر ابن عبد العزيز الدوري أو أبو عمر وهو أول من جمع القراءات طبعا في عصره نعم نعم هذا لم يتفرد به الدوري وإنما فعله بعض الصحابة كزيد وعبي رضي الله عنهم فهو أول من جمع القراءات في عصره ولد سنة خمسين ومئة وتوفي سنة كام سنة ستين وأربعين ومئتين يعني كان معصرا للإمام أبو عمرو لكن كان صغيرا يعني بينهم أربع سنين بس نعم يعني نشوف سبحانظه أمر عجيب الإمام يحيى اليزيدي ولد سنة سنة ثمان وثلاثين ومئة والإمام أبو عمرو البصري توفي سنة كام أربعين وخمسين ومئة يعني قرأ عليه وكان الفرق بينهم كم سنة كبير جدا يعني من ثمانية وتلاتين أربع وخمسين كام ستاشر سنة فقرأ عليه هو صغير قرأ يحيى اليزيدي على أبو عمرو البصري وهو صغير ثم أخذ هذا العلم وأفاضه على مين على الدوري والسوسي سبحان الله إذن أبو عمر الدوري قلنا أولد سنة خمسين ومئة وتوفي سنة سنة أربعين ومئتين هجرية وأما الرؤي الساني فهو أبو شعيب أبو شعيب صالح ابن زياد السوسي أولد تقريبا سنة سنتين وسبعين ومئة وتوفي سنة سنة إحدى وستين ومئتين هجرية رحم الله هؤلاء القراء والرواه العظام أن ينفعنا بعلمهم وبهديهم وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وسيدنا وإمامنا إمام القراء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا